والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها هذه السورة مكية وآياتها خمس عشرة آية وقد جاءت لبيان عظم شأن تزكية النفس فقد أقسم الله عز وجل على ذلك بأحد عشر قسما فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أحد عشر قسما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه أقسم الله بهذا على هذا الأمر العظيم وهو أن من زكى نفسه فقد أفلح وهذا يؤكد المعنى الموجود في سورة البلد فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة كيف تزكى هذه النفس تزكى بالطاعات والأعمال الطيبات وبالانكفاف عن السيئات والمعاصي والخبائث والقبائح قال الله عز وجل والشمس أقسم الله بالشمس وهي هذه الآية العظيمة وضحاها قيل إن ضحاها هو النهار وقيل ضحاها هو حرها وقيل ضحاها هو ضوءها ولا مانع من أن يكون المعنى هذا وهذا وهذا فهذا من اختلاف التنوع والقمر إذا تلاها أي أقسم الله بالقمر إذا تلا الشمس وتبعها فإنه يخرج ويبرز للناس عند غروب الشمس والنهار إذا جلاها أقسم الله بالنهار هذه الآية العظيمة إذا جل الشمس أي وضحها وبينها أو جل الظلمة التي كانت مخيمة على الكون والليل إذا يغشاها والليل أقسم الله بالليل إذا يغشا تلك الشمس فيغطيها ويذهب بها والسماء وما بناها أقسم الله بالسماء هذه القبة العظيمة الهائلة وما بناها ما هنا يصح أن تكون مصدرية تكون والسماء وبنيانها فيقسم الله بالسماء ويقسم ببنيانها يعني بهذا البناء العظيم كيف بنيت بهذا الفعل منه سبحانه وتعالى بنيان هذه السماء أو وما بناها والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى فهو يقول أقسم بالسماء وأقسم بمن بناها ومثلها ما جاء بعدها والأرض وما طحاها وأقسم بالأرض وطحيها وهو بسطها وتسويتها أو بالأرض ومن طحاها وهو الله سبحانه وتعالى وكذلك ونفس وما سواها أقسم الله بالنفس وتسويتها أو أقسم بالنفس والذي سواه وسيأتي نظير لذلك في سورة الليل قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها مثل ما جاء في سورة البلد وهديناه النجدين فالله عز وجل جعل في هذه النفس قابلية لقبول الحق ولقبول الباطل ومعرفة بالحق وبالباطل فلا يجوز لأحد أن يحتج على الله بأنه ما رأى الحق أو ما قامت له دلائل الحق ولا يجوز لأحد أن يحتج على الله بأنه ما قدر أن يفعل ذلك الحق يعني ليست عنده القدرة والإمكانات على أن يفعل الحق أو يتبعه بل كل نفس قد ألهمت الفجور والتقوى وكل نفس قد هدية النجدين وبان لها الطريقان طريق الحق وطريق الضلال وهذا شيء نراه ونلمسه نحن من أنفسنا وكل واحد منا يعرفه من واقعه أنت الآن تأتي إلى المسجد باختيارك وتذهب إلى الحرم وإلى مكة باختيارك لا تجد أحداً يؤزك يدفعك وأن تكاره ولا يمنعك وأن تراغب فليس من حق أحد أن يحتج على ما هو فيه بالقدر المغيب عنه يقول هذا قدر الله فيه قدر الله غيب عليك ما تعرف عنه شيئاً قال فألهمها فجورها وتقواها ثم ذكر المقسم عليه فقال قد أفلح من زكاها ولم يأتي بالله قال العلماء لطول الفصل بين المقسم به والمقسم عليه قد أفلح وقدل التحقيق أي تحقق فلاح من زكا هذه النفس وتزكية النفس تكون يا إخواني بشيئين بتخلية وتحلية والتخلية تكون في الأمور القلبية وفي الأمور القولية وفي الأمور العملية والتحلية تكون في الأمور القلبية أو الأعمال القلبية والقولية والعملية انتبهوا هذا جماع التزكية تزكية تكون تخلية وتحلية أين في القلب وفي اللسان وفي الجوارح لا بد من هذا يا إخواني فأنت لن تكون زاكيا وقد زكيت نفسك حتى تخلي قلبك من الكفر والشرك والحرص والحسد سوء الظن والكبر والرياء والقائمة الطويلة من الأعمال القلبية تخلي قلبك من هذا تجاهد نفسك على أن يتخلى القلب من هذا رأيت أخاك وأن تعمل أنت وإياه في مكان واحد أو في سوق واحد فرزق برزق عظيم ولم ترزق بشيء ماذا وقع في قلبك؟ كان وقع في قلبك حسد مباشرة تشتغل على إطفاء هذا الحسد وإزالته تخليه تخلي هذا القلب من الحسد لأنه ما خلى جسده من حسد ثم تحلي القلب تحلي بماذا؟ بالإيمان بالصدق توكل الرجاء حسن الظن بالله إلى آخره من الأعمال القلبية التي يجب على الإنسان أن يحلي قلبه بها سواء كانت واجبة أو مستحبة ثم في اللسان تترك الأقوال الخبيثة وتتكلم بالأقوال الطيبة ما تقول لفلان تسبه أو تشتمه وفي الوقت ذاته تكثر من الدعاء لهذا ولهذا ولهذا وتقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وتكبر وتؤذن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا تخلي وتحلي وكذلك في الأعمال تترك الزنا وشرب الخمر والسعي في الخبائث والموبقات وتحلي نفسك بالطيبات من الصلوات والصيام والزكاة والعمرة والحج والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره هذا هو جماع التزكية فإن قلت هذا شديد قلنا نعم هي عقبة ولا بد أن تقتحم العقبة لن تعود إلى المكان الذي كنت فيه حتى تجهد والمكان الذي أنت فيه عالي وهذا العلو يحتاج إلى رقي والرقي كما تعلمون شديد على النفوس قال الله عز وجل وقد خاب أي خسر وهلك من دساها أي أخفاها وغيبها بسوء صنيعه وجعلها خافية طامنة سافلة لأن الإنسان إذا لم يعمل بهذه الطاعات ويزكي نفسه ويرفعها خملت واختفت واندست وذهبت حتى تصل إلى قعل جهنم فإياك إياك أن تطيع هذه النفس قال الله عز وجل كذبت ثمود بطغوها يضرب لنا الآن مثالا على من دسوا أنفسهم أو دسسوا أنفسهم بمعاصيهم وطغيانهم كذبت ثمود لماذا كذبت هل لأنه لم يبل لها الحق أو لم يرسل لها الله عز وجل آيات بينات بلى والله إن الآية التي جاءت إلى ثمود من أعظم وأبير الآيات ناقة تخرج من صخرة ثم تكفي أمة ترد الماء فتشرب فتسقيهم اللبن ويشربون لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كيف هذه الناقة وهي مولودة من غير أم ولا أب سبحان الله شيء عجيب أي آية أبلغ وأعظم من هذا ومع ذلك كذبوا وطغوا وقد جاءتهم الآيات والنذر وماذا فعلوا هذه الآية عدوا عليها وقتلوها إذ انبعث أشقاها وهو قدار بن سالف كما يذكر المفسرون فق نعم فقال لهم رسول الله ناقة الله قال لهم صالح احذروا ناقة الله أن تمسوها فإنكم إن مسستموها بسوء أنزل الله بكم بأسه وعذابه وسقياها وسقياها احذروا أن تمنعوها من مكان من الماء الذي تستقي منه فكذبوه كذبوا صالحا في دعوته وما أمرهم به فعقروها عقروا تلك الناقة وذبحوها والعقر إنما يكون للجمال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أي فأطبق عليهم ربهم بسبب ذلك الذنب العظيم الذي أحدثوا وهو تكذيبهم بصالح وعقرانهم لهذه الآية العظيمة التي جعلها الله لهم فسواها أي سوا الدمدمة عليهم فلم ينج منهم أحد أو فسوا الأرض عليه انظروا يا إخواني هذا مثال لمن دس نفسه آية بينة تكون بين يديه ثم يأبى إلا أن يعصي ويخالف تبيل له الحجة وتقوم له الدلائل ومع ذلك يعاند ويستكبر على الله سبحانه وتعالى قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي أطبق عليهم ربهم العذاب بسبب ذنبهم فسواها أي سوا الدمدمة عليهم والإطباق أو سوا الأرض عليهم ولا يخاف عقباه الوحيد سبحانه الذي لا يخاف عاقبة ما يصنع هو الله وإلا فإن الإنسان مهما بلغ من القوة والجبروت والتمكن من أعدائه مهما يريد أن يفعل فإنه يخاف من العاقبة لا يدهي ماذا تكون عليه الأمور إلا الله جل جلاله فإنه لا يخاف عاقبة ما يصنع لأن الأمور كلها بيده وهو المتمكن منها جل جلاله ترجمة نانسي قنقر